عادت الأحداث الأمنية إلى حضر موت مجددا عودة استدعت إعلان حالة الطوارئ من قبل المنطقة العسكرية الثانية في مديرية دوعان حالة الطوارئ التي ستبدأ منذ مساء الثامن من مايو جاءت بعد حادثتين منفصلتين استهدفت مقار الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي المدير العام لمديرية دوعان أكد في تصريحات لقناة بلقيس أن إعلان حالة الطوارئ سيستمر لفترة مؤقتة حتى يستقر الوضع الأمني في المديرية موضحا أن حضر التجوال سيشمل الخطوط الرئيسية الرابطة بين المديرية وبقية مناطق المحافظة حالة الاستنفار هذه تزامنت مع وصول تعزيزات عسكرية وانتشارها على كافة أرجاء المديرية الساحلية وهو ما يعني أن الجيش عازم على معي هذه الاختلالات خصوصا بعد النجاحات التي حققها خلال الأشهر الماضية في معركته مع القاعدة والتي جعلت حضر موت من أكثر المحافظات استقرارا في الجوانب الأمنية هذه الحوادث أيضا جاءت بعد أسابيع من إشهار سلطة المحلية لإقليم حضر موت وتوجهها نحو عملية التنمية ومتطلبات المرحلة القادمة وهو ما يجعل من هذه الحوادث محاولات لإعاقة مسيرة البناء كما يرى البعض